لا تزال الحدود اللبنانية مع إسرائيل تزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم حيث شنت طائرات ومسيرات إسرائيلية سلسلة هجمات على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل عناصر من حزب الله كما تسببت غارة بمسيرة إسرائيلية على مركبة في طريق سور طردبا في سقوط إصابات بدوره أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون التي تغطي مناطق في سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والمسؤولة عن إدارة الملاحة وعن المراقبة والرصد والتعقب وقال الحزب إنه استهدف أيضاً موقعاً لجنود إسرائيليين في محيط تلة الخزان بالقذائف المدفعية إضافة لمواقع عسكرية إسرائيلية في خربة ماعر وثكنة برانيت ورويسات العالم في تلال كفرشوبا كما أعلن إطلاق صواريخ دفاع جوي ضد طائرات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق مناطق الجنوب وأشار بيان لحزب الله إلى أنه هجم بمسيرات انقضاضية مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريا تشمونة وتجهيزات تجسسية في موقع جل العلام بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر